أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير معكم الأستاذ الدكتورة هيلين أيوبي أستاذة مدعوات الأثنان اللبية في جامعتي دمشق والقلمون الخاصة بداية أتقدم بالشكر الجزيل للزميل الدكتور مازين دوماني على دعوته الكريمة لإلقاء محاضرة ضمن مجموعة طب الأثنان المباشر وذلك في سبيل إبقاء التعليم والتواصل مستمرا بين الطلاب من جهة وبين الأطباء والمهتمين بالدراسات والأبحاث المتعلقة بطب الأثنان جهة أخرى وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والتي يعاني منها عالمنا من انتشار وباء كورونا نسأل الله تعالى أن تزول هذه الغمة عن بلدنا الحبيب سوريا وعن جميع بلدان العالم بإذن الله المحاضرة بعنوان وصف الأدوية في مداوات الأثنان اللبية رح يتم التركيز في هذه المحاضرة عن الأدوية المتعلقة في مداوات الأثنان اللبية بشكل خاص مثل ما بنعرف أنه في كتير من الأدوية توصف في مجال طب الأثنان بشكل عام ولكن الأدوية التي تركز أو التي تركز على استخدامها في مجال مداوات الأثنان اللبية لم يتم التطرق إليها بشكل مفصل فرح نتناول بهذه المحاضرة هذه الأدوية سواء من ناحية المسكينات أو من ناحية ضدات الالتهاب مضدات الوزمة والفضات الحيوية والجرع الموصوفة لهذه الأدوية سواء للبالغين أو الأطفال وعلى إمكانية تناول هذه الأدوية من قبل الحوامل والمرضعات أو من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمينة في البداية وقبل التطرق إلى الأدوية المستقدمة في مدوات الأثنان اللبية راح نعطي تعريف بسيط للدواء دواء مثل ما منعرف هو كل مادة أو وسيلة تعطى للمريض سواء بقصد التخفيف من مرضه أو شفاءه أو لوقايته من المرض أو حتى الوقوع في اختلاطات هذا المرض راح نبلش بالألم معرفة الألم آلية الألم والمسكينات التي تستخدم في مدوات الأثنان اللبية للتخفيف من حدة هذا الألم مثل ما منعرف أي حادثة التهابية ناتجة عن طيف من العمليات السنية بدأت تكون مترافقة مع الألم هذا الألم غالبا وخاصة إذا كان عندي التهاب رباط أو التهاب لوب حاد فعندما يلجأ المريض إلى طبيب الأثنان فبننا نضطر أن نوصف له المسكينات للتخفيف من حدة هذا الألم وخاصة إذا كان الأمر بيتعلق بالتهابات الرباط الآن إذا نرى أنواع المسكينات غير الأفيونية التي نستخدمها كأدوية رئيسة لتدبير الألم نرى أنه بتضم مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية فمنلاحظ أن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية والإضافة إلى فعلها المضاد للالتهاب أيضا لديها فعل مسكين وأيضا في عنا الأسيت أمينوذين الأسيت أمينوذين هي من المسكينات فقط يعني تأثير المضاد للالتهاب تبعها هو ضعيف فنلجأ للأسيت أمينوذين فقط من أجل التسكين أما يوم بدي أوصف مضاد التهاب غير الاستيرويدية فيكون له تأثير مسكين للإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهاب طبعا المضادات الالتهاب الغالبا اللي منوصفها بالعيادات هي مضادات الالتهاب غير استيرويدية نادرا ما نلجأ إلى مضادات الالتهاب الاستيرويدية هلأ منشوفها فيما بعد بتسمة هاي المحاضرة طبعا أجريت العديد من الدراسات الحديثة على هذه الأدوية من أجل معرفة قدرتها على التسكين ووجدوا أنه هاي الأدوية قادرة على التسكين بتأثيرها طبعا على النسج الملتهبة المحيطية والمناطق المركزية من الدماغ والنخاع الشوكي مثل ما حكيت هلأ قبل شوي مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية كانت فعالة بشكل جيد بالسيطرة على الألم توقع كان هذا الألم لبي أو كان الألم رباطي بصراحة نحن منستخدمها أكثر بالالتهابات الرباط الحادة أكثر ما نستخدمها بالالتهابات اللوبية لأنه وقت بيكون في عنا التهاب لب حاد فغالبا منلجأ إلى استقصال اللوب من أجل يعني إراحة المريض مناء الألم المسكينات ممكن يكون لها تأثير خفيفة بالالتهابات اللوب أما بالالتهابات الرباط ممكن نلاقي تأثيرها بشكل أسرع وواضح بشكل أكبر هلأ رح نحكي بالتفصيل عن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية من استيرويدية الانتينفلاماتوري دراجز اختصارها NSAIDF هلأ بالبداية رح نحكي شوي لنحن عن العملية الالتهابية وتأثير مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية على العملية الالتهابية نحن نوصف الالتهاب البداية الالتهاب يصير عندي فهو بمثلي نموذج للاستجابة لأذية نسيجية طبعا العلامات السريرية لهذا الالتهاب بده يصير في عندي وزمة بده يصير في أحمرار حرارة ألم بالإضافة أحيانا إلى فقدان وظيفة العدو هاي العملية الالتهابية بشكل عام عم يدخل فيها وصائط نسيجية مثل الهستامين والبروستغلاندين طبعا مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية هي عم تأثر على البروستغلاندينات بشكل أساسي أكثر من تأثيرها على الهستامينات هلأ ليش؟ لأنه الهستامين طبعا هو عم يعمل لي توسع بالأوعية بالدوران الأصغري عم يعمل لي زيادة نفوزية وعائية فوقت بدي أعطي أدوية مضادة للهستامين عم ينحسر استخدامه فقط في تقليل التغيرات الوعائية بمكان الإصابة فقدرتها على تخفيف الالتهاب بيكون غير كافية أما البروستغلاندينات هي اللي عم تكون المسؤولة عن الألم والحرارة ومعظم العمليات الالتهابية طبعا إذا بدي يشوف هاي البروستغلاندينات عن شو يعني كيف بتنتج في عنا حمض الأرشيدونيك بيتحول هذا حمض الأرشيدونيك بوجود وصائد اسمه الأنزيمات السايكلو أكسيجينات فعندي هالوصائد هاي على نوعين في عندي COX1 وCOX2 هلأ هون بقى بيكمون عندي دور مضادات الالتهاب غير للسرئيدية لازم هالمضادات الالتهاب غير للسرئيدية تعمل على تصبيت وصائد السايكلو أكسيجينات من أجل التقليل من إنتاج البروستغلاندينات مضادات الالتهاب غير للسرئيدية الأديمة كانت تتأثر وفعالة في السايكلو أكسيجينات فتعمل على تصبيتها طبعا هاي السايكلو أكسيجينات ون هاي الأنزيمات هي البتثم بالآليات الفيزيولوجية اليومية يعني مثل حماية المعدة تجمع الصفيحات إلى آخره وقت عم تجي أدوية مضادات الالتهاب غير للسرئيدية وعم تعمل على تصبيتها عم يصير في عندي تميع للدم مثل وقت بعض الأسبيرين عم يصير في عندي قرحة معادية وعم يصير في عندي تأثيرات جانبية غير مرغوبة الآن السايكلو أكسيجينات 2 هو اللي عم يدخل بآلية تصنيع الوزمة والحرارة والألم ومعظم العمليات الالتهابية لذلك يفضل استهدافه وتصبيته باستخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية وهذا بالفعل اللي تم تطويره بمضادات الالتهاب هاي حتى تعمل كمصبت لسايكلو أكسيجينات 2 فقط بينما كانت المضادات الأديمة مثل ما حكينا تعمل على تصبيت السايكلو أكسيجينات 1 بشكل أكبر وهذا اللي كان يخلي المريض يدايق كثير من تناول هاي المضادات يصير في عنده ألم شديد في المعيدة فالمضادات الالتهاب الحديثة خففت من هالمشكلة هاي هلأ بداية رح نحكي عن الأسبيرين كمضاد التهاب غير استيرويدي قبل ما نبلش نحكي عن الأسبيرين بالتفصير رح نذكر شو دور مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية في تسكين الألم باعتبار أنه مثل ما حكينا إلى دور مضاد للالتهاب وإلى دور في تسكين الألم بدي شوف مين أسرع هل هي دورة في تسكين الألم أسرع من دورة في تأثيرها على الالتهاب طبعا الدراسات أثبتت أنه تأثير المسكين هو أسرع من تأثيرها كمضاد التهاب طبعا هذا الشيء بيكون بسبب أنه معالجة الالتهاب المزمن ممكن أنه تتم ولكن ليس بسرعة تصبيت البروستيجلاندين المسؤول المباشر عن هذا الألم أيضا كمان وجدوا بأنه يمكن أنه يصير في عندي تأثير المسكين الأعظمي عادة بجرعة أقل من التأثيرات المضادة للالتهاب يعني أنا ممكن أعطي جرعة قليلة من هالمادة الدوائية هي وتعطيني تأثير مسكين حتى نفس الجرعة ممكن أعطيها للمريض لأي أنه تأثيرها كمضاد للالتهاب ما كان فعال بالتالي هي تأثيرها المسكين كان أقوى من التأثير المضاد للالتهاب هلأ إذا بدنا نحكي عن الأسبيرين هو مضاد التهاب غير التيرويدي طبعا يستقلب بسرعة يشكل حمض الصفصاص هو مسكن للألم وخافض للحرارة يعمل أيضا على تصبيت أنظيم السايكلو أكسيجيناس يسكن الآلام الخفيفة إلى المعتدلة الجرعة الفموية تبعه بحدود 300 إلى 900 ميلي جرام كل 4 إلى 6 ساعات إذا بدي أغده كجرعة وقائية لتمنيع الدم بأغده بجرعة 81 ميلي جرام طبعا له آثار جانبية الإضطرابات الهضمية الإضطرابات النسفية ردود الفعل التحسسية بيزيد النزف طبعا ننصح بإيقافه بقائيا قبل الإجراءات الجراحية تقريبا قبل الجراحة بخمسة أيام ونرجع منعطيل المريض باليوم التالي للجراحة في حال توقف النزف هلأ باعتبار أنه هو ممكن أنه يعمل لي اضطرابات هضمية فهو لا يستخدم لمرضى القرحات الهضمية أيضا لا يستخدم لفترات طويلة لمن يعاني من مشاكل كبدية ولا يعطى لي الحوامل بحكم أنه يزيد النزف ولا يعطى أيضا لمرضى السكري أيضا منذكر من مضادات الالتهاب غير الالتيرويدية الإيبوبروفين نستخدمه كبديل عن الأسبيرين بتسكين الآلام الخفيفة والمعتدلة أيضا بيعمل لي تهيوج معدي معوي ولكن بنسبة أقل خطورة من الأسبيرين له عدة عيارات 200 و 400 و 600 و 800 أيضا يوجد على شكل شراب للأطفال بحيث أنه كل 5 ميلي لتر منه بتحوي 100 ميلي جرام طبعا بفضلوا استخدامه عند الأطفال كخافض لي الحرارة يعني بيعتبروا بالمرتبة الثانية للاستخدام بعد الأسيت أمينوفين مثل البراسيتامول مثلا خلاف طبعا هو لي الأسبيرين ممكن أنه نستخدمه بأمان عند الأطفال وجرعته كمضاد التهاب عند الأطفال طبعا بتعتمد على وزنه بتعتمد على عمره إذا بدنا نشوف إمكانية استخدامه بعض القلع أو بعض العمليات الجراحية فلا يفضل إعطاءه لا نعطيه بعض القلع أو بعض العمليات الجراحية لأنه هو معروف عنه أنه بيمنع التصاق الصفيحات وأيضا يطيل زمن النزف وبالتالي لا يفضل إعطاءه بعض العمليات الجراحية بالنسبة للجرعات الموصوفة عند استخدام الإيبو بروفين بالنسبة للبالغين طبعا يفضل أخذوا بعض الطعام بسبب أنه بيعملي تهيوجات معادية معوية لتقليل آثاره على المعدة جرعته بشكل عام 400 ميلي جرام كل 6 ساعة طبعا الطبيب هو اللي بيحدد العيارات والجرعة المناسبة حسب وضعية كل حالة إذا مثلا عندي حالات بتحتاج إلى مسكن ألم قوي ممكن استخدم الدواء بعيار 600 مما الحالات مثلا اللي بتحتاج لمسكن مسكن لتفكين ألم بسيطة ممكن يكون عيار 400 أنسب وآخر بالنسبة للأطفال ممكن أني استخدم جرعة قليلة 200 ميلي جرام كل 6 ساعات أو شراب ثلاث مرات يومية مثل ما حكيت قبل شوي كل 5 ميلي لتر بتحوي 100 ميلي جرام ديكلوفيناك أيضا الديكلوفيناك من الأدوية المضادة للالتهاب غير الاستيرويدية مادة الديكلوفيناك بشكل عام مشتقة مبدئيا من حمد ميفانيميك هذه المادة تعتبر أو تستخدم كبديل للأسبيرين بتثبت خمائر السايكلو أكستيجيناز 1 أو 2 بتثبت البروستيجلاندينات أول ما طلع منتج الديكلوفيناك طلع على شكل اسم العلمي للدواء ديكلوفيناك الصوديوم تحت اسم المنتج التجاري باسم البولتارين فيما بعد صاروا يقولوا أنه الصوديوم الذي يدخل في تركيب هذا الدواء يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فأنتجوا منتج آخر تحت اسم منتج تجاري كتفلام اسم العلمي ديكلوفيناك البوتاسيوم فصاروا يقولوا أنه الديكلوفيناك البوتاسيوم يستخدم بدل ديكلوفيناك الصوديوم لأنه ديكلوفيناك الصوديوم بيسبب ارتفاع ضغط الدم طبعا تبين فيما بعد أنه هذا الحكيم ما له كثير دقيق لأنه في حال استخدم كلا الدواءين بشكل عام على المدى البعيد ممكن أنه يعملوا ارتفاع بضغط الدم بغض النظر عن نوع الأملاح الموجودة بكلا الدواءين طبعا ارتفاع ضغط الدم بيكون ناتج عن مادة الديكلوفيناك بذات نفسه فكانوا يقولوا كمان بعض الدراسات قالت أنه ديكلوفيناك البوتاسيوم ممنوع لمرضى القلب لوجود عنصر البوتاسيوم وديكلوفيناك الصوديوم ممنوع مع مرضى الضغط لوجود الصوديوم اللي بيعمل احتباس السوائل وبالتالي بيرفع الضغط فمثل ما حكيت هالكلام صلع في مباعد غير دقيق لأنه نسب الصوديوم البوتاسيوم بالمركبين قليلة جدا لذلك في حال أنا بدي أوصف هذا الدواء سواء لمرضى القلب أو لمرضى ارتفاع الضغط لازم أوصفه وأعطيه بحذر ولمدة قصيرة لأنه هو إذا استخدمناه على فترات طويلة ممكن أنه يعمل لي ارتفاع بضغط الدم طبعا ديكلوفيناك البوتاسيوم أسرع بالامتصاص من ديكلوفيناك الصوديوم امتصاصه يتم عن طريق المعدة أما ديكلوفيناك الصوديوم فامتصاصه يتم عن طريق الاثني عشر وبالتالي ديكلوفيناك البوتاسيوم يعني تأثيره بيكون المخفف للألم بيكون أسرع من ديكلوفيناك الصوديوم فهو يعتبر من المسكينات القوية أما بالنسبة إلى تأثيره المضاد للالتهاب يكون أقل إذا من ناخد تأثير المضاد للالتهاب الأكبر منلاحظ أنه ديكلوفيناك صوديوم له تأثير مضاد للالتهاب أكثر من التأثير المسكين باختصار إذا من ناخد الكاتافلام منلاحظ أنه بيستخدمه للأكيوت للحالات الحادة كونه سريع التأثير بالتسكين وأقل تأثير بعلاج الالتهاب بينما البولتارين ممكن أن يستخدمه مع الحالات المزمنة الكرونيك لأنه تأثيره بطيء بالتسكين مقارنة بالكاتافلام وأقوى بالتأثير ضد الالتهاب الكاتافلام الجرعة الموصوفة من الكاتافلام للبالغين يفضل أخذه بعض الطعام طبعا لتقليل آثاره على المعدة وجرعته 50 ميلي جرام كل 8 ساعات للأطفال يفضل جرعة قليلة وهي نصف جرعة البالغين 25 ميلي جرام كل 8 ساعات يوجد منتج تجاري أيضا تحت اسم بولت فاست عيار 50 ميلي جرام مادة الفعالة في أيضا ديكلوفيناك البوتاسيوم مثل الكاتافلام هي عبارة عن علبة بتحوي على 9 ظروف من مصحوق قابل للذوبان في الماء جرعته من 100 إلى 150 ميلي جرام بالحالات المتوسطة طبعا مقسمة على جرعتين أو 3 جرعات يمكن أن يزيدها بالحالات الشديدة على ألا تتجاوز الجرعة اليومية 200 ميلي جرام بالنسبة للفولترين للبالغين يفضل طبعا مثل الكاتافلام أيضا أخذوا بعض الطعام لتقليل آثاره على المعدة جرعته 75 إلى 150 ميلي جرام في اليوم مقسمة على 2 إلى 3 جرعات بالنسبة للأطفال أيضا يفضل جرعة قليلة وهي 3 ميلي جرام لكل 1 كيلو جرام في اليوم مقسمة على 2 إلى 4 مرات يوميا يعني إذا كان وزن الطفل مثلا 30 كيلو جرام يعطى 60 إلى 90 ميلي جرام مقسمة على 2 إلى 4 مرات يوميا أيضا ديكلوفيناك يمكن أنه يستخدم تحت اسم منتج تجاري باسم ديكلون أو الكاتافلام أو الكلام كي بيجي على شكل أمبولات مخصصة من أجل الحقن العضلي عيار الدواء الموجود في كل أمبولة 75 ميلي جرام ممكن أنه نكررها كل 6 ساعات عنده ضرورة بشرط أنه باليوم الواحد ما أعطي أكتر من حقنتين من أمبولتين يعني 150 ميلي جرام أكتر شي إذا مريد يعني بدي أعطيه على يومين متساليين ففقط في اليوم الواحد حقنتين في اليومين بنعطى أربع حقان متسالية يعني بسبب أنه له تأثيرات ضارة ممكن يأثر على الكبد يعمل لي تأثيرات سمية كبدية نتيجة ارتفاع مستوى الأنظيمات الكبدية بيعمل لي أيضا أذيات معادية معوية ممكن يأثر على عضلة القلب فيفضل تجنب استخدامه عند المرضى اللي عندهم قرحات هضمية أيضا أكيد لازم تجنب استخدامه عند الحوامل تيابروفينيك أسيد أو حمض تيابروفينيك هو عبارة عن مضاد التهاب غير استيرويدي يجهز تجاريا باسم السورغام بيجي على شكل مضغوطات عيار 100 إلى 300 ميلي جرام أحيانا ممكن نعطيه بمكافحة الالتهابات الحادة الطبية والجراحية بمقدار 300 إلى 600 ميلي جرام يوميا على الرغم من أنه هو مضاد التهاب غير استيرويدي إلا أنه له خواص مضادة للوزمة أكثر من مضادات الوزمة نفسها فكتير نحن نوصفه بحالات التهابات الرباط الحادة هلأ حنقول أنه التهاب الرباط ممكن يجي عن طريق وزمة وهي وزمة مشرطة تكون ظهرة على وجه المريض من الخارج وإنما هي عبارة عن وزمة متواجدة ضمن العظم يعني أحيانا بيصير في عندي وزمة حول ذروة الجزر أثناء المعالجات اللوبية ممكن السوائل الغسيلة اللي بيغسل فيها الأقنية الجزرية ترتشح ضمن يعني يمر جزء منها هو طبعا غير مرئي بالنسبة إلنا سريريا جزء منها بيمر لمنطقة المنطقة حول الزروية فبيعملي مثل وزمة هاي الوزمة أو بشكل مثل تجمع لهالسوائل هاي هالوزمة هاي بتضغط على منطقة الرباط فبيصير في عند المريض آلام رباطية وقتم استخدم السورغام بالمعالجات هاي فبيعطيني كتير تأثير جيد وبس طبعا بده ياخد وقته يعني مو من حبة واحدة أو حبتين لا بده يستمر المريض بياخده لفترة تقريبا عشرة أيام طبعا بس الألم بيخف تدريجيا يعني ما بيكون الألم بنفس الحدة ضمن هالعشر الأيام لا بيخف تدريجيا فحمض الاتيابروفينيك أو السورغام أثبت فعاليته بمعالجة التهابات الرباط الحادة مثل ما حكينا قبل شوي بيجي على شكل مضغوطات عيار 100 إلى 300 ميلي جرام يفضل أخذ بعض الطعام طبعا لتقليل أثاره على المعدة يعطى لي البالغين بمقدار 300 إلى 600 ميلي جرام يوميا هاي في الحالات الحادة بالنسبة لتأثيره على النزف بيانت عدة دراسات أنه لا يؤثر على النزف حكينا عن مضادات الالتهاب غير السيرويدية وهلا حنبلش نحكي عن المسكينات الأسيت أمينوذين حنحكي عن أكثر منتج من الأسيت أمينوذين وهو الباراسيتامول الأكثر استخداما والأكثر شيوعا بالنسبة لي الكبار وبالنسبة لي الأطفال البراسيتامول نشوف أنه بيصب التركيب لبرستيجلانتينات بجملة العصبية المركزية وهذا طبعا بيعطيه خواص مسكين للألام وخافضة للحرارة هو منوصفه لتسكين الألام السنية الخفيفة للمعتدلة بالنسبة لي تأثير المضاد للالتهاب له تأثير ضعيف بالنسبة لي الآثار الجانبية ممكن أنه يسبب لي سميات كبدية قد لا تظهر إلا لبعد أربعة لست أيام وممكن أنه يسبب اضطرابات كلوية تجاريا ممكن أنه يتاح تحت اسم باراسيتامول أو بانادول أو ريبارين يعني في كذا مستحضر تجاري التركيب الأساسي للمستحضر هذا هو بيكون الأسيتامينوفين أو البراسيتامول بالنسبة للجرعة الموصوفة لدواء البراسيتامول للبالغين 0.1 جرام في الأربعة لست ساعات للأطفال دون خمس سنوات وفوق خمس سنوات دون خمس سنوات يوصف بجرعة من 120 إلى 250 ميلي جرام أربعة مرات يومياً فوق خمس سنوات جرعة 250 إلى 500 ميلي جرام أربعة مرات يومياً يعتبر هذا الدواء آمن للاستخدام من قبل الحوامل والمرضعات المسكينات بشكل عام نوعين مسكينات غير أفيونية ومسكينات أفيونية كلمنا قبل شوي عن المسكينات غير الأفيونية الأسيت أمينوفين وحكينا عن البراسيتامول وهلأ رح نضطر إلى المسكينات الأفيونية المسكينات الأفيونية بشكل عام وتضم ركبات شبيهة بالمورفين تتمتع بمجال كتير كبير من حيث تأثيرها على الجملة العصبية المركزية والنهايات العصبية المحيطية من خلال ارتباطها بمستقبلات نوعية موجودة بكل من الجملتين أيضا ممكن أن ترتبط بمستقبلات نوعية موجودة بمستوى السبيل الهضمي لذلك نحن نستخدمها في مجال تسكين الألام وتصبيت السعال وأيضا إيقاف الإسهال مثل ما نعرف إلى تأثيرات جانبية النعاس، الغسيان، الإقياء، تصبيت التنفسي هلأ حنشوف شو استخداماته في طب الأسنان بشكل خاص تستخدم المسكينات الأفيونية في طب الأسنان بتدبير الآلام المتوسطة إلى الشديدة وهذا بيخليها تختلف عن المسكينات غير الأفيونية اللي منستخدمها بتدبير الآلام الخفيفة إلى المعتدلة تستخدم أيضا بمعالجة آلام الالتهابات اللوبية السنية الحادة آلام الالتهابات الرباط الحادة طبعا من نبه المريض وقت نوصفها للمريض بأنه ما يستخدمها بشكل متكرر ويعني بشكل اعتيادي لأنه استخدامها المتكرر ممكن تخلي المريض يدمين عليها ويعتاد على هيك أنواع مناء الأدوية مثالها الاسماء التجارية على هيك أنواع مناء المسكينات مثل الكودائين يستخدم الكودائين فمويا بجرعة 30 إلى 60 ميلي جرام كل 4 إلى 6 ساعات البالغين والأطفال اللي أكبر من 12 سنة من 1 إلى 2 أرس 3 إلى 4 مرات يوميا نسبة للتأثيرات الجانبية مثل ما حكينا قبل شوي أنه المسكينات الأفيونية بشكل عام بتعملي غسيان وقياء ممكن أنه تسبب بحدوث الانساك الشديد عند استخدامها لفترات طويلة بعض المنتجات التجارية للمسكينات نرى أنه فيها كلا النوعين من المسكينات سواء كانت الغير أفيونية أو الأفيونية فالشركات طلعت منتجات عاملة فيها مشاركة بين المسكينات غير الأفيونية مع المسكينات الأفيونية طبعا الجرعة الكاملة بتكون منها المسكينات الأفيونية هي 60 ميلي جرام يعني المادة المستخدمة هي بتكون فوسفات الكوداين اليوم نعمل مشاركة لهذه المادة مع مسكينات غير أفيونية مثل البراثيتامول أو الأسبيرين تقلل هذه الجرعة الأفيونية تقريبا إلى 8 ميلي جرام من فوسفات الكوداين وعلى الرغم من أنه هاي الجرعة قليلة جدا بالمقارنة مع الـ 60 ميلي جرام اللي هي الجرعة الكاملة إلا أنه هاي الجرعة كافية أنه تخلي المريض تظهر عليه أثار جانبية نتيجة استخدام هاي الأنواع من المسكينات وبشكل خاص الإمساك فيفضل عدم استخدام هيك أنواع من الأدوية بشكل اعتباطي وبشكل غير مدروس نذكر من هذه الأنواع من المسكينات كأسماء منتجات تجارية الـ 6 كوداين اللي تركيبه هو عبارة عن البراثيتامول بيحتوي على 500 ميلي جرام من البراثيتامول مع 8 ميلي جرام بكل تابلت من مادة فوسفات الكوداين نذكر أيضا من هذه المسكينات كأسم منتج تجاري الكوداين أيضا بيحتوي على 500 ميلي جرام من البراثيتامول مع 8 ميلي جرام بكل تابلت من الفوسفات الكوداين تستخدم بشكل عام هذه الأنواع من المسكينات في تدبير الآلام الخفيفة إلى المعتدلة وبجرعة 1-2 قرصا دوائيا كل 4-6 ساعة هلأ شفنا أنه ممكن يصير عندي مشاركة ما بين المسكينات الغير أفيونية مع المسكينات الأفيونية أيضا ممكن أنه يصير مشاركة بين المسكينات غير الأفيونية مع الكافيين شو سبب أنه بعض الشركات أضافت الكافيين مع المسكينات غير الأفيونية السبب أنه مثل ما منعرف الكافيين بيتمتع بي خواص منبهة ضعيفة وقت يضاف وقت منظيفه للمسكينات غير الأفيونية فلوحظ أنه بيزيد من تأثيرها المسكين وعلى الرغم من أنه بيزيد من تأثيرها المسكين إلا أنه أحيانا بيترافق بسهور تأثيرات جانبية إضافية يعني المريض بيصير بيعتمد عليها بشكل خفيف ممكن تعمل للمريض صداع إذا أخذ جرعات زائدة من هذا الدواء أو وقف تناوله ممكن أيضا أنه يعمله الصداع فيما بعد نذكر كمثال عن هذه المنتجات الدوائية من المسكينات البانادول إكستران بيحتوي على 500 ميلي جرام من الباراسيتامول مع 65 ميلي جرام بكل سابلت من الكافيين أيضا منذكر كمثال منتج التجاري الأنتيكريب اللي بيحتوي على 450 ميلي جرام من الأسبيرين مع 20 ميلي جرام من الكافيين مع 20 ميلي جرام على كل كيلو جرام واحد من فيتامين C سننشوف التطبابات هيك أنواع من الأدوية فملاحظ أنه أيضا تستخدم بتدبير الآلام الخفيفة إلى المعتدلة جرعتها حوالي مضغوطتين كل 6 ساعات ونصف الجرعة طبعا عند الأطفال حكينا عن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية وتأثيرها المسكين وحكينا عن المسكينات بشكل عام هلأ بنا نحكي عن مضادات الالتهاب الاستيرويدية أو ما يسمى بالاستيرويدات القشرية الكورتيكوستيرويد هلأ معروف أنه هاي الأنواع من الأدوية بفعل خواصة المضادة للالتهاب عم تلعب دور كتير هام بتخفيف الأعراض الالتهابية وعراض الالتهابية طبعا اللي بتشمال التوزم الحرارة الحمرار الألم طيب هلأ إذا مننشوف هاي المواد مين بيفرز ليها بالجسم معروف أنه قشر الكذر بتفرز لي هرمونات الاستيرويدات القشرية السكرية وأيضا هرمونات الاستيرويدات القشرية المعدنية والهرمونات الجنسية إذا مننشوف الأدوار اللي بتلعب ليها هاي الاستيرويدات فمنلاحظ أنه هرمونات قشر الكذر السكرية والتي هي بتشمل فقط الكورتيزون الهيدروكورتيزون عما تكون باستقلاب السكاكل لبروتينات الشحوم عم يكون لها تأثير أيضا مضاد للالتهاب وتأثير مضاد للحساسية أما إذا انتقلنا لهرمونات قشر الكذر المعدنية وأهمها الالديسترون فمنلاحظ أنه لها تأثير على تنظيم الأملاح بالجسم وأيضا احتجاز السوديوم وأيضا انطراح البوتاسيوم بالبول وبالتالي من خلال هالحكيهات اللي حكينا ملاحظ أنه الاستخدام السريري للاستيرويدات القشرية كمضادات التهاب بيشمل الاستيرويدات السكرية واللي هي الكورتيزون والهيدروكورتيزون طبعا الكورتيزون هو يعد أقل تأثيرا من الهيدروكورتيزون وهو اللي بيتحول بالكبد بعدين إلى الشكل الفعال اللي هو الهيدروكورتيزون بشكل عام إذا نشوف الاستيرويدات القشرية بطب الأسنان لشو من استخدمها ما منلاحظ أنه بيستخدمه لمعالجة التقرحات الفموية فرط الحساسية اللوبية اضطرابات المفصل الفكي الصدغي دعنا نشوف تأثيرها على المعالجات اللوبية هلأ منشوف تأثيرها بما يتعلق بالتأثير على اللوب تأثيرها مثلا استخدامها داخل القناة هلأ منشوف بالشرح فيما بعد طبعا أجريت عدة دراسات سريرية من أجل تقييم فعالية الجليكو كورتيكويد يعني السيرويدات السكرية بإنقاص الألم بعد المعالجات اللوبية أو المداخلات اللوبية هذا الشيء تم عن طريق إعطاءه سواء بطريق الحقن العضلي أو عن طريق الفموي أو استخدامه كضماضات دوائية داخل القناة وأظهرت بشكل عام تأثر تأثير كبير على إنقاص الألم بعد هذه المعالجات وأيضا أظهرت أنه إلها تأثير كثير كبير وواضح في تخفيف من حدة الألم في حالات الاحتدادات الشديدة واتستخدموها بمعالجة الالتهابات اللوبية الحادة أيضا أشارت دراسات حديثة إلى أن أعطاء الكورتيكوستيرويد جهازيا ينقص الألم اللوبي بعد المعالجة حيث أدى إعطاء ديكساميتازون 4 ميلي جرام عضليا إلى تأثير ملحوظ خلال 4 ساعات فقط تتراوح الجرعة الموصوفة من الدكساميتازون ما بين 0.75 إلى 9 ميلي جرام يوميا وإذا أعطيها عن طريق الحقم فيوجد منتج باسم الدكسون يعطى بعيار 8 ميلي جرام فمثل ما حكينا أنه أثبتت الدراسات مجرد بس 4 ميلي جرام من الدكساميتازون عطاني فعالية خلال 4 ساعات أيضا ممكن نضطر إلى بعض المواد الدوائية التي تستخدم كضماضات داخل الأقنية الجذرية يدخل بتركيبة الاستيرويدات القشرية هي مادة ليدر ميكس ننشوف تركيبة هي عبارة عن معجون بيحتوي على 1% من التريامسينيلون أسيتونيد وهو أحد الاستيرويدات القشرية و3.2% من ديميتي لكلورو تيترا سايكلين ديميكلو سايكلين السي إل هو مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد العديد من سلالات الجراسيم إيجابية وسلبية الجرام إذا منشوف أنه هي المادة بتنتمي إلى عائلة تيترا سايكلين من المضادات الحيوية الكابحة للجراسيم تصبت إنتاج البروتين فيها وطبعا هذا الشيء بحد من نموها وتكاثرها وكمثل ما حكيت أنه نحن منستخدمها كمادة دوائية داخل القنوية في حالات الأسنان الحية والعفينة للاستفادة طبعا من خواصة المضادة للالتهاب والمضادة للجراسيم نحن نحن نحكي تدريجيا عن الأدوية وصلنا لمضادات الوزمة الانتي ايديما دراج نحن نحكي عن مضادات الوزمة عن آلية عملها عن الأدوية التي تستخدم بشكل شائع بالمعالجات اللبية كتعريف لمضادات الوزمة هي عبارة عن أنظيمات حالة للبروتينات تصبح فعالة بعد بداية الوزمة يعني أنا إذا وصفت مضاد وزمة للمريض ولسا الوزمة ما كانت متشكلة فما حتعطيني مفروض للوقاية من تشكل الوزمة مشان هيكم نعطى مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية إذن هي تصبح فعالة بعد بداية الوزمة وللوقاية يوصف للمريض مضادات التهاب غير استيرويدية الآن إذا نرى آلية عملها طبعا آلية عملها تعتمد على تصريف هذه الوزمة باعتبار أنها عبارة عن أنظيمات حل للبروتينات فمعناتها دورة سيكون بحل هذه البروتينات والمفرزات المرضية الموجودة بالبؤرة الالتهابية بمجرد ما عملت حل هذه البروتينات فهذا الشيء سيعمل على تحسين الدوران الدموي في المنطقة مع إخراج هذه المفرزات وهذا حيتيح للصادات الحيوية الموصوفة في زيادة تركيبة بهذه البؤرة وتسريع عملية الشفاء نذكر من مضادات الوزمة السيراتو بالكتاز هو عبارة عن أنظيم حالي البروتين يعزل من جراسيم السيراتية المعوية غير الممرضة يستخدم طبعا في طب الأسنان لمعالجة الوزمة سواء الوزمة الناتجة بعد العمليات الجراحية أو المعالجة للأزيات الريطية أو الالتهابات حول الأرحاء مثل التواج مثلا أو معالجة الوزمة الناتجة عن الخراجات السنية إذا نرى الجرعة الموصوفة من السيراتو بالكتاز يأخذ بجرعة تراوح من 15 ميلي جرام 3 مرات يوميا يجب تجنب استخدامه من قبل الحوامل ومرضى اضطرابات التخسر الدوموية أو الكلوية والكبدية ممكن أنه يكون له آثار جانبية ممكن يعمل لي اضطرابات هضمية لكي غالبا منوصفه بعض الطعام تجاريا طبعا متح تجاريا تحت اسم الأدناز زانيزا رازين شيفازين يعني في عدة منتجات تجارية بيدخل بتركيبة السيرات وبابتداد ايضا يستخدم كدواء مضاد للوزمة البروميلين هو عبارة عن أنظيم حالي البروتين ومشتق من نبات الأناناز زلنا نشوف الجرعة الموصوفة من هذا الدواء من 100 ألف لا 200 ألف وحدة 2 إلى 3 مرات يوميا يستخدم للبالغين فقط لا يستخدم لدى مرضى الاضطرابات التخسر الدوموية والقصور الكلوية والكبدي الشديد إذا منا نشوف الآثار الجانبية غثيان إقياء إسهال وأحيانا نظف طمسي أو نظف رحمي يتاح تجاريا تحت اسم الأناناز المضغوطة الواحدة تحتوي على 100 ألف وحدة وبالتالي يأخذ المريض 1 إلى 2 مضغوطة 2 إلى 3 مرات يوميا الآن ذكرت أنه هو يستخدم للبالغين فقط بالنسبة لإستخدامه عند الأطفال إلى حد الآن لم يحدد بعد إمكانية استخدامه بأمان عند الأطفال وبالتالي يجب تجنب استخدامه عند هذه الفئات العمرية هلأ رح ننتقل للصادات الحيوية الأنتي بايوتيكس ورح نحكي عن الصادات المتعلقة بشكل خاص بالمعالجات السنية والإنسانات السنية مثل ما تعرفوا في عنا أنواع متعددة ومختلفة من الصادات الحيوية كل نوع وكل الصاد إلو استطباب معين رحنا رح نكتفي بالصادات التي تستخدم بشكل شائع بمجال طب الأثنان وبالمعالجات اللوبي من الصادات الحيوية رح نبلش نحكي عن البنسالينات رح نتناول بين البنسالينات الصادات الحيوية اللي بتندرج تحت بند البنسالينات ذات التأثير الواسع الطيف نذكر من هذه البنسالينات أو من الصادات الحيوية التي تندرج تحت بند البنسالينات ذات التأثير الواسع الطيف كو أموكسيغلاف أو تحت اسم المنتج التجاري المسمى باسم أوبمنتين إذن هو من البنسالينات ذات التأثير الواسع الطيف يتركب من الأموكسيسيلين مع حمض الكلافونيك تأثيره بيكون ضد الجراثيم إيجابية وسلبية القرام واللاهوائيات يفيد في علاج الخراجات السنية السنخية والتهابات اللسة التقرحية التموتية بالنسبة إلى تناوله يفضل تناوله بعيداً عن وجبات الطعام لأنه معروف أن الطعام ممكن يأثر على امتصاصه أيضاً ممكن أنه يتخرب بأنزيمات المعدة فيفضل أنه يعطى قبل الطعام بنصف ساعة أو بعض الطعام بساعتين الجرعة الموصوفة من هذا الدواء فموياً للبالغين 312.5 إلى 625 ميلي جرام كل 8 ساعات للأطفال الجرعة الموصوفة تراوح من 165 إلى 312.5 ميلي جرام كل 8 ساعات أيضاً يمكن أنه يعطى عن طريق الحقن الوريدي للبالغين خلال 3 إلى 4 دقائق أو بالتسريب الوريدي 1 جرام كل 8 ساعات وللأطفال 250 ميلي جرام كل 8 ساعات نذكر أيضاً من البنسلينات ذات التأثير واسع الطيف الأمبيسيلين يستخدم الأمبيسيلين في إنسانات النسج الرخوة والخراجات السنية والتهاب النسج الداعمة والتهاب اللسي التقرحي التموتي الجرعة الموصوفة فموياً بالنسبة للبالغين 500 ميلي جرام كل 6 ساعات للأطفال 250 ميلي جرام كل 6 ساعات يمكن استخدام الأمبيسيلين عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي البطيء خلال 3 إلى 5 دقائق عن طريق التسريب الوريدي يستخدم للبالغين بجرعة 500 ميلي جرام كل 4 إلى 6 ساعات وللأطفال دون العشر سنوات نصف الجرعة تقريباً وصلنا إلى الأموكسيسيلين أيضاً هو من البنسلينات ذات التأثير واسع الطيف يوصف لمعالجة الإنتانات السنية يفترض أن يكون الخيار الدوائي الأول لمعالجة الإنتانات السنية الفموية لو لأنه تبين من خلال بعض الدراسات أنه يمكن أن يحدث إنتانات سنوية في المهبل والسبيل الهضمي فعاليته أوسع ضد الجراسيم الهوائية سلبية لجرام يمكن أن نستخدمه كوقاية من التهاب شغا في القلب يوصف أيضاً في بعض إنتانات النسج الداعمة السنية الجرعة الموصوفة من الأموكسيسيلين فموياً للبالغين تتراوح بين 250 إلى 500 ميلي جرام كل 8 ساعات وللأطفال 250 ميلي جرام كل 6 ساعات أيضاً ممكن أنه يستخدم عن طريق الحقن العضلي للبالغين 500 ميلي جرام كل 8 ساعات وللأطفال 50 إلى 100 ميلي جرام على الكيلو جرام بليوم مقسمة على جرعات يستخدم الأموكسيسيلين عن طريق الحقن الوريدي أيضاً للبالغين الجرعة 500 ميلي جرام كل 8 ساعات تزداد إلى 1 جرام كل 6 ساعات بالإنتانات الشديدة بالنسبة للأطفال الجرعة تتراوح من 50 إلى 100 ميلي جرام على الكيلو جرام بليوم وصلنا إلى الماكروليدات اللي هي من أحد زمر الصادات الحيوية رح ندرس منها الريتروميسين والسبيراميسين الأكثر استخداماً في مجال المعالجات السنية هلأ رح نحكي عن الريتروميسين هو صاد من الصادات الحيوية الماكروليدية المستخدمة لمعالجة الخراجات ما حول الزروية والخراجات ما حول السنية أيضاً تبين بأنه يستخدم في حالات التهابات ما حول التاج التواج والتهابات العظم القيحية والتهابات اللسة التقرحية التموتية يعد الأقل تكلفة والأوسع استخداماً أيضاً يعد في المرتبة الثانية بمعالجة الإنتانات الفموية ذات المنشأ الجرسومي بعد مشتقات البنسلين يعطى للمرضى الذين يتحسسون من البنسلين فعال ضد الجراسيم الهوائية إيجابية الجرام ومعض الجراسيم اللاهوائية بالنسبة للتحذيرات بما يتعلق بالريتروميسين فهو لا يعطى للحامل والمرضع ومرضى القصور الكلوي والكبدي ومرضى الربو أما بالنسبة للجرعة الموصوفة من الأريتروميسين فلي البالغين 400 إلى 800 ميلي جرام كل 8 ساعات إذا كان من نوع الإتيل ساكينات على شكل فور أورال سبينشن والجرعة تتراوح من 250 إلى 500 ميلي جرام كل 8 ساعات إذا كان على شكل ستيريت يعني أملح بالنسبة للأطفال الجرعة من 200 إلى 400 ميلي جرام كل 8 ساعات إذا كان على شكل الإي إس الإتيل ساكينات و125 إلى 250 ميلي جرام كل 8 ساعات أيضا إذا كان على شكل ملاح هلأ رح نتناول السبيروميسين هو أيضا مضاد حيوي من المضادات الحيوية الماكروليدية المستخدمة في المعالجات السنية يشترك عادة مع الميترونيدازول في الخراجات المختلطة الهوائية واللاهوائية بالنسبة لي استطباباته فيستخدم في معالجة التهاب الفم والقلاع الوقاية من التهاب الشغاف الألب والإنسان قبل وبعد العمل الجراحي الجرعة الموصوفة من هذا المضاد الحيوي هي تتراوح من 3 إلى 6 مليون وحدة مرتين يوميا هاي إذا تم تناوله بشكل منفرد يعني كسبيروميسين أحيانا يمكن أنه عنده اشتراكه مع الميترونيدازول يتاح تجاريا تحت اسم السبيرازول أو الروفازول وطبعا يعد الروفازول على حسب ما تبين العديد من الدراسات أنه هو أكثر فعالية من السبيرازول لهما نفس الجرعة ولكن الشركة مختلفة بالنسبة للسبيرازول نرى أنه يحوي على 750 ملي جرام من السبيراميسين مع 225 ملي جرام من الميترونيدازول يعطى بحبتين صباحا وحبتين مساء نذكر أيضا من الصادات الحيوية التي تستخدم بشكل شائع في معالجة الخراجات السنية الميترونيدازول لما يتمتع بفعالية عالية ضد جراسيم اللهوائية المجبرة بالنسبة للميترونيدازول تبين أنه ليس له تأثير على الهوائيات أو اللاهوائيات المخيرة يعطى غالبا بمشاركة دوائية مع الأموكسسيلين فمقدار الميترونيدازول يكون 250 ملي جرام مع 250 ملي جرام من الأموكسسيلين ولفترة 7 إلى 10 أيام إذا استخدمه على شكل مستحضر تجاري تحت اسم الفلاجيل يعطى بجرعة 500 ملي جرام كل 8 ساعات أحيانا ممكن يستخدمه كمضاد للفطور بالنسبة لآثاره الجانبية بيعمل اضطرابات هضمية غسيان إقياء أحيانا يشعر المريض بإحساف بطعم معدني باللافن التحذيرات استخدام أو إعطاء هذا الدواء لا يعطى للحامل لا يعطى للمرضع أو مرضى القصور الكولوي والاعتلال الدماغي والكبدي من الصادات الحيوية المستخدمة أيضا في معالجة بعض الإنسانات الفموية السنية لكليندا مايسين اللي بيندرج تحت زوم ريت اللينكو الساميدات يعد الكوليندا مايسين من الأدوية الملائمة لمعالجة بعض الإنسانات الفموية السنية كما ذكرت من قبل يشمل طيفه أغلب الجراسيم الهوائية واللاهوائية المجبرة والمخيرة المسببة لهذا الإنسان هلأ منشوف أنه هو بديل جيد للبلسلين إلا أنه عنده مشكلة أساسية بالنسبة لبعض المرضى وأنه هو غالي السمن عند المرضى اللي عندهم حساسية بالنسبة للمرضى اللي عندهم حساسية من البنسلين يمكن أنه يوصف كبديل عن البنسلين يفي بالغرض يعد الخيار الثالث في معالجة الإنسانات الفموية السنية اللي بتسبب لها المقورات إيجابية وسلبية الجرام أو اللاهوائيات إيجابية أو سلبية الجرام يفيد الكليندامايسين في علاج الخراجات السنية السنخية والإنسانات المزمنة الممتدة للعظم لذلك نرى أنه ممكن الاستفادة منه في حالات التهاب العظم والنقي بما يتعلق بآثار الجانبية ممكن أنه يسبب اضطرابات هضمية ممكن أنه يسبب نمو مفرط للغطور والخمائر داخل الحفرة الفموية أما بالنسبة لاستخدامه للوقاية ممكن استخدامه للوقاية من التهاب شغاف الألب ممكن استخدامه أيضا للمرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية وبحاجة إلى إجراء السني فهو يستخدام قبل الإجراء السني لا يوجد خطورة من استخدامه عند المرأة الحامل فهو يستخدم عند الحوامل إلا أنه يجب تجنب استخدامه المتزامن مع البنسلين والأريترومايسين يتاح تجاريا تحت اسم الكليندسين بالنسبة إلى الجرعة الموصوفة من هذا الدواء والمأخوذة فمويا للبالغين تتراوح جرعته من 150 إلى 450 ميلي جرام كل 6 إلى 8 ساعات والجرعة القصوى من هذا الصاد الحيوي 1.5 جرام باليوم بالنسبة للأطفال 10 إلى 30 ميلي جرام بالكيلو جرام الواحد باليوم تقسم على 3 إلى 4 بفعات بالنسبة لاستخدام الكليندساميسين عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي يستخدم ليق البالغين بجرعة 1.2 إلى 1.8 جرام باليوم تقسم على 2 إلى 4 دفعات الجرعة القصوى هي 4.8 جرام باليوم بالنسبة للأطفال 25 إلى 40 ميلي جرام بالكيلو جرام باليوم تقسم على 3 إلى 4 دفعات وهيك منشوف كخلاصة كاستنتاج بعد نهاية الحديث عن الصادات الحيوية أن الخيار الأول بمعالجة الإنترنت السنية وتاخدر بين سلينات كنمبر 1 تتبعها الخيار الثاني الأريتروميسين والأخير عنه الخيار الثالث هو الكلينداميسين بنهاية المحاضرة حبيت أني أورد مثالة بسيط لنموذج عن وصفة طبية لمريض بالغ يعاني من خراج سنخي سني حاد طبعاً بالبداية منوصف الصاد الحيوية أوجمانتين 625 ميلي جرام تابليت حبيت كل 2 ساعات قبل الطعام بنصف ساعة أو بعض الطعام بساعتين فلاجيل بحكم أنه عندي خراج فهو مخصص للجراسي من لاهوائية فبوصف فلاجيل 500 ميلي جرام تابليت حبيت كل 8 ساعات بعض الطعام بوصف البروفين كمضاد التهاب غير السيرويد وكمسكن 400 ميلي جرام تابليت حبيت كل 6 ساعات بعض الطعام ممكن أني أوصف غسول فموية مثل زاك مضمضة فموية 3 مرات باليوم ولمدة أسبوع في النهاية أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم أتمنى أن أكون قد قدمت من خلال هذه المحاضرة بما فيه النفع أو العون للجميع دمتم بخير وبرعاية الله وحفظه وإلى اللقاء بكم مجددا ترجمة نانسي قنقر